يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم بقناتي اليوم رح نعمل أطيب وصفة اللي هي امتبل الباتنجان هي من الأطباق السهلة جدا والبسيطة وأي حدا ممكن يقدر يعملها خلوكم معنا وخلينا نشوف هلأ طريقة التحضير لعننا هون حبتين بتنجان من ملة ثقب متل مو شايفين وهلأ منحطهم على النار يعني بياخدوا وقت من تلت ساعة لنص ساعة وانتو بتشوفوا هون عنا بعد ما استوى منحطهم بيجات ومنتركن ليبردوا وهلأ عنا هون لبن أنا حطيت قريب الأربع معالق فيكن تحطوا أقل فيكن تحطوا أكتر هذا الشي برجال لعلكون وعننا هون حوالي معلقتين طحيني كمان نفس الشي فيكن تحطوا أكتر فيكن تحطوا أقل هون حطيت أنا حبتين توم فيكن تحطوا وحدة وفيكن تحطوا أكتر حسب الرغبة عصير ليمون حوالي ثلاث معالق أكبار هون ملح حسب الرغبة وهون عندي ربع معالق صغيرة من البابريكا فيكن تحطوا أقل ومنخلط المكونات جيدا هون أضفت أنا شوية مي لأنه كان القوام كثيف أنتو فيكن تحطوا لسه أكتر مني شوي حسب الرغبة يعني وهلأ هون عنا الحبتين البتنجان شوفوا ما شاء الله كيف أل حجمهم الشرطون الشرطون المنيح وهلأ منعملون هيك بالسكين وهلأ أعزائي منمعصن هيك بالشوكة وهلأ هون منضيف البتنجان على الخليطة اللي عملنا هلأ هون فيكن انتو تعملوهم بالخلاط لحتى يصير معكم نعم أكتر وفيكن تتركون هيك مثل ما أنا عملتون يعني كمان هيدا الشي بيرجع لألكون وهلأ هون منيجي لهيدا الخطوة منحطهم بصحن التقديم وفيكن تشكلوه بالطريقة اللي بتحبوه هيك بس منعمل الخطوط بالمعلقة وهلأ هون منيجي لمرحلة التزين منزيونهم بشوية فلفل حار وكمان أنا هوني حطيت ورق نعنا فيكن تحطو أي شي بتحبوه فيكن تتفننوا بالطريقة اللي بتحبوه هيدا الشي بيرجع لكن وهلأ أحبائي منيجي لآخر مرحلة ومنحط زيت الزيتون وهيك عنا بتصير الوصفة جاهزة وهون أحبائي منكون وصلنا لآخر الفيديو بتمنى الفيديو يكون عجبكم وياريت ما تنسوني من اللايك والاشتراك بقناتي لحتى يوصلكم كل جديد وبتمنى تشاركوا هالفيديو مع أصحابكم وبتمنى لكم نهار سعيد وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات القادمة إن شاء الله أتظلوا بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته